سنبدأ نحكي على مو بس فوق الليجين نجي على جنرلايز بون ديزيز اول واحدة هي بس ها الشوشة ما ارشون انسلها احنانه جنرلايز ديكريز ان بون دينسيتي شنو معنى الاستيوبينيا الاستيوبينيا هو جنرلايز ديكريز ان بون دينسيتي باعتماد على الاماند اول كاليسيوم اللي هي راح اتقل بالاني ديكس او در اف كاليسيوم ميتاباليزم از ان استيو ماليشيا هايبر بارثيرويد عن ديكشن ان بروتين مادركز از ان استيو بوراوسيز بسه الاشياء المهمة الي اريدكم تركزون عليها مثلا شنو الكوزز ما الجنرلايز ديكريز ان بون دينسيتي لين اكون اكو نقاط هي سويلي ان كريز ان بون دينسيتي تقليل البوندينسيتي فهذه لازم تحفظوهن يعني ممكن يجيكم خيارات امسكيوتر وفوز ممكن تيجي فالمين قوزة الأوستيوبوروسيس والاستيو ماليشيا والهاي باراثيروديزم والمالتبل ميلومة اللي هي المالتبل ميلومة شرحناها بالمحاضرة السابقة يعني ممكن تيجي ممكن أني كريز ممكن ماكس ممكن فوق فهي ممكن من ضمن الفيتشار اللي تيجي بها هي loss of bond density الأوستيوبوروسيس أول واحد الكونسيقونسيس أو ديفيشنسي أو بروتين ماتريكس اللي هو الأوستيويد إذن أريدكم اللي تفرقوه مثلا الأوستيوبوروسيس هو سبب ديفيشنسي أو بروتين ماتريكس اللي هي الأوستيويد بينما راح يجي من الأوستيوماليشية ممكن أكو ديفيشنسي فتشي باقي فالرمينيك بون هو نورملي منيرلايز أبيرز نورملي فستولوجيكلي لكن الماتريكس فالرمينيك باقي في الأوستيوبوروسيس ممكن يسويه لفركتشر وخصوصا بالفرتبرال بادي بالهبس ليشني عنه هي الماتريكس هي لي قليلة تعريفة نحن هذا أكو ممكن الكمونيست فورم اللي هو يجي بوسمينوفوزل دائما يجون الومن والسناء الأوستيوبوروسيس اللي هما أكبتوا خمسين بالمئة من الومن فوق الستين سناء لهم أوستيوبوروسيس لذلك 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 الزيزة اللي تيجي على البوندستي اللي ذكرناها بالبداية إذا عندي البوندستركشن فاني عندي ممكن ميتستيس بدأ نسمع الهيبربراثيرويد رقاعس قلنا الكوب مستفيد الزيزة كيف نحن نفعل الأمر لذلك من أني أشوف فأشوفها بالسباين. دائما أنه أنا من أشوف الأستيوبوروسيس أشوف مثلا هالسباين بالسي تي يبين أنه أنا عندي دكريز بالبون دينستي. المثال الأفضل شيء يحدث مرات يصير كولابس بالفيرتبرا يعني مثل تصخر كل شيء يصير فلات. هاي منضمنها هي يصير يعني سببها كومبراشن الفركتر فأسويلي كولابس. فهذه المرات يدزوهم امراي يعني إذا أكوه يلكولابس فتكينج بالبون مرودين بالسيجنال انتنسيتي أو يهات صوفتشو كومبوننت همين يجي متاس تسزيجي بس إذا هو كولابس قادي فهو سببا الأستيوبوروسيس سببا الكمبراشن الفركتر. الزين. السكرين انجمال تعني اللي أسويلي ديوال انرجي اكس راي ابزوربشن. وان ماس قاني اقيسه بال ديوال انرجي اكس راي ابزوربشن اللي هذا اسميه ديكسا اسكان. هو مختصر ديوال انرجي اكس راي ابزوربشن. ونوع من الاكس راي استخدموه جماعة المفاصل الجهاز موجود بمستشفى العام. يطلعه هو اوتوميتد. يطلع البروندين سيطلع لك ياه على شكل تقرير. مو انت اللي تقراه وسويليه التاربريتيشن مثل الاكس راي. فهذا على اساسي سموه تي سكور. فهذا السكور يطلع اذا السكور اقل سالب فهذا انديكيتد. يعني انه 2.5. ما يعني مو كلش مهم. هذا الدكسا سكان هي شي يفحص هذا النتيجة ما تتطلع هي شي. عندي هنا مثلا هذي اكس راي سموه الاستيو بوروسيس. اكو دكريز بالبوندين ستي جنراليز. يعني انا المفروض اشوفها بيضة اكثر. مو هل قدس سودة. سودة صار ترانسلوسنت. معناها معناها الكاليس يعني الاستيويد مو ترقس مالتها. مو هواية بحيث اطلع عليها بيضة. زين. اما الاستيو بوروسيس شنو. شنو. هزا نجي على الثاني اللي هو البر منراليزيشن او باستيويد. هناك قلنا ممكن اكو نورمال منراليزيشن بالاستيو بوروسيس. بالاستيو ماليشيا والركت اكو في بور منراليزيشن. اذا اصار بكور يعني هذا اذا اصار بفور بفيزيال فاسميها ركت. واذا صار افتان بالادلت اسميها اوستيو ماليشيا. اذا هي نفس الدزيز. بس اللي يختلف هو الايجي جروب. اول اول فقرة مهمة انه انه اني هذي بور منراليزيشن. الركز شوكي تسميه. والاستيو ماليشيا شوكي تسميه. فالركز شوكي راح تبين لي. من البر منراليزيشن. فتبين هواية ليش لما اصار للماترسية نفسها والمنراليزيشن. وان اشوفها اشوفها. فبالني وبالرست وبالاقل. بذلك الطفل من يشكون بركت يجزو رست اكس راي ويجزو ني اكس راي. فبس اهم شي انه اتعرفون انه. ايه شي صار بالركز راح يصير ارجوكي بارلي. منراليزيشن. وايد. كبت. ابيفاسيس. اذا. اذا اذا شوفون وين الباثولوجي راح يصار بالميتافاسيس. احنا مو قلنا البارس. الشافت هو الديافاسيس. والأبيفاسيس هي الاطراف. اما في ما بينهم هو الميتافاسيس. اذا وين يصير الباثولوجي. ما ركز تصير بالميتافاسيس. زين من يصير الميتافاسيس بيها افرينج وكفة بتكلها تتاكل. راح يصير الديستانس بين الابيفاسيس. الزيت. عذا راح نشوفها بالاكس راي. اما بالاستيو ماليشيش شنو الكاركترستيك فيتر مالتها. هي لوس او بون دنستي. واكو لوزر زون. اذا لوزر زون وين اصير بالاستيو ماليشي. اللي هي شن يا لوزر زون. مثل الفركتر الصغير. يعني لاين ما الفركتر ما يكمل البون كليته. مهم انا راح نشوفها. هي وين كامانس بالسكابيولة والميديال اسبكت فيمورال نيك. يعني ميديال مو باللاترال اسبكت. عن بيوب كريمي. هسا هذا. اذا استهم واضح. هسا هادي هي الميتافيسس. وهنان هي اليتافيسس. انا المفروض اشوفها هادي ريكولر لان. اشوفها يتشب شرشبه. والدنستي مالتها كلها قلة. فهاي الساين والركتس. زين. ريكولر منراليزيشن او الميتافيسس. ليكون فريد ابيرانس. والدنستي. فرق عن البداية الشافت اللي هو دافيسس. زين. وراها من بدأ من بدأ ياخذ فيتامين دي تريتمنت. المنراليزيشن بدأ تفرق عنده. اذا شوفوه. بدأ يصير. وبيك لاين. نانا. هادي هي اللوزر زون. اذا الاكس راي مال ماركت مهمة. اللوزر زون هاي اذا شوفوها. هاي وين صير بالاستيوماليش. اصير بالميديا الاسبكت مال فيمر. واذا تشوفوهن هنا اكو دكريز بالبون ديستي اذا صعب عليكم. مش رو تتميزوها. بس تشوفوهن اذا اكو كو لابس بالفيرتبرا. الفيرتبرا اني مفروض. بس ازمالتها اكبر. المنزل. من ضمن الاشياء اللي تقلل لنا البوند الدمسيتي هي الهايبر باراثيروزم. الهايبر باراثيروزم ممكن برايماري. او سكندري من الهايبر بلايجيا او تيومور بالباراثيرويد. العفوهو برايماري. من هايبر بلايجيا او تيومور. او سكندري مو من القلال نفسه سببها كرميك رينال فيريلا. مش انه ستاينز مال تابل بونز يسوي لي لوس او بون ديستي. والترابيكولار باترن مي هاب افاين ليس او وورك الهايبر باراثيروزم. الهايبر باراثيروزم هو ساب برياوستيال بون ريزوربشن. ساب برياوستيال ويعني احنا البراثيروزم هو ثن لاين. يعني اغلب في البون انا ما اشوفه. جوه بالضبط راح يصير ببون ريزوربشن. مهمين راح نشوفه بس الصور. ممكن يصير صوفتشو كالسيفيكيشن واسكولار كالسيفيكيشن. والبراون تيومور مهمين هاين اصير؟ اصير بالهايبر باراثيروزم. اذا ها الفقرة مهمة انه انا شنو الهولمار كما الهايبر باراثيروزم. والبراون تيومور هي شنية هي لتكليجن. يمكن تكون سنجل ممكن تكون ملتبل. ووكرموس كما ليه بالماندبل بالبلوزم. تشبه الميتاستيس. بس هنان عدنا الليستري ليدن. احنا راح نسوي السيرج. ممكن الباشنة وهي الكرونيك رينا الفيلر. واشوف عدن ده مالتبل. ها ثاني لبراند تيومور باسترد. سابرياوسيا البون ريزوبشن. سابرياوسيا البون ريزوبشن بالاسفق ماذا نبين. نقاني الليين هنانا ريجولر هنانا بلوست. وبالاضافة الى الفاسكولر كالسفكيشن. الفاسكولر كالسفكيشن هادي يدي تشوفوها. بالاضار. في اكس راي. اللي هو هذا التكليجن الموجود بالهيومورس. بس اللي احبب طوش. هذا هو البراند تيومور. هذا اذار فيتشار يسمى رجر جيرسي سبايل. بالهيبر باراثيرو ديزم. نتيجة الارين الأسيو ديزروفي اذا صعبها ذي عفوها. نجي على بالعكس. اسباب الجيرولايز انكريز انبون دينسيتي. او الشيء لازم تفكرون به هو سكليوراتيك ميتاستيسي. سكليوراتيك ميتاستيسي. سكليوراتيك ميتاستيسي. الثاني هو الاستيوبيتروسيس. اللي هو اسموها ماربل بون ديزيز. هو كونجينتال ديزوردة. أو بون فرميشن. بون عدينسي سكليوراتيك. الثالث هو الماريليو سكليوروسيس. بوالفورم ميلور فايبروسيس. في ميزروف ميلورو بون فايبروسيس. تشو. تحديد البروسيس للتحديد. لتحديد اكسرا ترابيكولار مون. فحنا عدنا عدنا. نحنا قبنا الجنراليز ديزوريز ان بون دينسيتي. هي الاستيوبروسيس. الرنكاتي الاستيو ماليشي. والهايبر باراثيرو ديزم. لكن اي شيء زي لنا البون دينسيتي. اول شيء افكر به هو الميتاستيسي. السيكليوروتيك ميتاستيسي. اذا البريس ممكن يسوي لي لتك. ممكن السيكليوروتيك. ممكن ميكست. والثاني اللي بالميل هو البروستاتيك. الاستيوبرتروسيس. المفروض هذا الموضوع مخلينا بالاطفال. هو كونجينتال ديزوردر. والميلو سيكليوروسيس. اللي يصير في فايبروسيس بالمون مرو. بالاضافة الى اوبربروديكشن. او استيويد ماترميكس. انا هذا هو الاستيوبروسيس. او بيتروسيس. وكمارتينيكريز. يسموه العظم الطباشيري. اللي يكون كلش دينس البون. ملتبل هيلد فراكتشور. طبعا هو على رغم انه دينس بس يكون ويك ماترس. في يكون ملتبل فراكتشور. ملتبل فراكتشور. ملتبل فراكتشور. عنا الالترشور. ملتبل فراكتشور. هل مغمنا الدزيز. اللي شفناها بالبون. اللي هو البوجت دزيز. ملتبل فراكتشور. ملتبل فراكتشور. ملتبل فراكتشور. زي رج demand. دفعاء. الملتبل فedy. ي bleep utility. هموليتك. ملكمواناترين. باضغας. باضغ ح tempoاتراتي. بالبون اللي هي مثليش مثل الثلاثيميا والسيكل سيل الأنيميا كلها سببها هو البون مروه هايبر بليجيا بالاضافة الى انه السيكل يسوي لي انفارشن و انفكشن الاشياء اللي ركزنا عليها بالمحاضرة وهي الصور هن هذان اهم الاشياء هذا اللي ممكن بس تطلعون عليها بس اهم شي البوجيت عرفون شنو شي يسوي يبقى الساركويت ممكن يؤثر لي على الفلانجيز والهاند والفيت رادياشن اندوز ديزيز ممكن السبب لي هم السبب لي ممكن الليتيك ليجين اسموه استيونيكروسيز او ممكن بس ديكريز بالون ديسيتي مثل الاستيوبوراسيز اذا تشوفون هذه الصور من البوجيت ديزيز نشوف ايه 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 شنو الالترناشن بالترابيكلار باتر ترابيكلار تكون كل شواتحا مثل الخطوط اليها من البون وذكار ثرابيكلارين بالرات سايد اذا تشوفون هذا الرات سايد بمالكب نظيف كله تم مقارنة بالليفت يكون عكبر منه بالسايد والترابيكلار تكون كل شواتحا هذه الصورة الثانية هي صورة CT بسمها bone window مقارنة بالليفت الترابيكولي هنا اوضح الثالثة بالتبية عندنا باوي أيضا ترابيكولي دائما الصورة دائما ايضا ترابيكولي سببها bone marrow expansion وكريسرابيكولي أين اشوفها؟ اشوفها بالثالثيميا الساركويد هاي ممكن بس اضعها الساركويد بس خلصنا هذاني عرفت الاشياء المهم اللي تركزون عليها دكتورة تسمحيلي ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ ايه الاستيوبتروسيز يعني هذا سندرام لوشون والاستيوبتروسيز هو كونجينيتال يعني مالفورميشن بالاستيويد نفسها يصد بون بس المنراليزيشن بمشكلة هذا طبعا دزيز كونجينيتال يعني من ال يعني من البرث فيجون فيجون نويك يعني هون على رغم انه كلش دانس هذي شوفوها دائما بالبيدياتر كايجو كروك وهذي يعني هو المفروض يعني همينا واحد يطرق لها بالأطفال بس يعني يكفي ان انت تعرفيها لان مرات بواحد مسامع بها هذي الان اي عايدي يقولي اه بالاكس رأي أنا عندي الريكيتس اكتر شي رح يسويلي بالميتافيسي ويقوم بشكل مختلفة بينما الهيبوثيروديزم ممكن يسوي لي تغيير الفالنجيز ممكن يسوي لي تغيير الترابيكولر لا يسوي لي شيء تيبيكال فيتر مثل الركتز على رغم انه هي مهمة لكوز ممكن بس ما تجيي تيبيكال فيتر احدثت جيد هيا حسنا المسلطة تقريبون سيقوم بس نفسي تقريبون السيارة المسلطة ماذا تقريبون يجبون الموزطة يجبون تقريبون موزط تقريبون لأنه الركض إذا تشوفيها بها كاركترستيك في تشار هذي أنا الأدنور مالتي هنانا عندي وبالإضافة إلى الدينسيتي والدستنس هذي الدستنس هي اللي نزيد حسنا ما نطلع صورة ما الهايبوثيرا ودزم أنزلكم إياها وشوفوها كل الديتينز اللي ترتيبها هم هشتتيج لكم فراكتر الدستنس عندما نحن نورمال ون نورمال أو أبنورمال فوزيشن بعد ما أنا سويت له منجمينت والهيلين والكومليكيشن دائماً عندنا رول أوف تول هو تو بيو تو سايد تو سايد تو أوكيجين تو جوينت يعني مثلاً دائماً أحاول أخذ أي بي ولاترال أشوف تو سايد مثلاً أنا عندي أنه يعني ملتي انجرد دائماً مو أحاول يعني أخذ مو أحاول يعني أخذ بل يعني بل يعني هل هو oblique longitudinal transverse spiral والنمبة ما الفرقتصر الريلاشنشيب of the fracture to the atmosphere هل هو open fracture compound والريلاشنشيب of one fracture fragment to another be a displacement يعني متحرك بي angulation يسوي angle بين two parts ممكن shortening يسوي للبون ممكن rotation يفتر من مكانة أو impaction يعني fracture وطابق واحد يعني fragment على fragment اللي أريدكم تركزون عليها هي تعاريف specific fractures يعني ماذا 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 هو repeated minor trauma ما appears arcyclerotic bound across the bone فان حندي normal bone بصار عنده repeated trauma هذي يسموه stress fracture بينما pathological fracture هو abnormal bone يعني هو fracture يصير ب abnormal bone الـ green stick fracture اللي هي يعني هي من اسمها الـ green stick اللي هي ما تنكسر كاملة هي incomplete fracture of long bone ويوجود ليسين أبليانك خصوصا اللي جوا عشر سنوات كمالي مد دافيزي دافيزي مكان الكورتكس اه on the concave side of the bend and an intact concave surface يعني أني أني شنو أشوفه أشوفه بس buckling بالكورتكس بس ما أشوفه فراكتشار ليم كو traumatic lesion refers to complete loss of contact between usual articular dislocation when found association associated with a fracture it is referred to fractured dislocation مرازك مصطلح يقول هذا fractured dislocation يعني dislocation complete loss of contact between visual articular component يعني articular component مثلا الـ acetabulum وال head of contact منصد loss of contact هذا يسمي dislocation إذا يسمى fracture dislocation multiple fractures هالصورة راح أقبرها الثانية إذا هي ما واضحة ينقم هذا يسمون أنا من عندي elbow فسموا elbow fusion و the fracture of the radial head أنا لش أنتنا نستخدم الفيو مطالع عندي الفيو الثاني راح يداليني بالأي إذا تشوفون the anterior and posterior fat pad هذاني أشارات بالأسهم الصغار الفات إحنا قلنا density مالتا بال X-ray بتكون أقل من المصل اللي بصقها هذا مصل وهذه هي الفات normal fat pad أنا ما أشوفها إلا إذا surrounded by fluid فلود طلع عليها أطوخ نحن نفس فكرة السلوات من أني عندي اختلاف الدنسيتي بال X-ray مثلا بين الهارت وبين اللونج من أكو باثولوجي لغار السلوات معناه هذا معناه فقد أبنوالي هنا أنا بالعكس من أكو باثولوجي 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 الفات pad معناه أكو مشكلة بهذا الجوينت وسببها لازم فراكتر به المنقر ثم أنا شفت الفيو الثاني سأشوف أكو فراكتر راديال هيد اللي هو هذا الوبليكة بيو هذا هو المنقر فراكتر هذني ملتقل فراكتر هذني طبعا هذني ثاني اللي هي البون ويندو الأولى الأقزية والثانية هذة ساجتها هاي يقولها ملتقل فراكتر نانويها دسلوكيشن هذة مهمة الصورة ملتقل يعني ممكن دسلوكيشن ملتقل 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 ما يقل ؟ ما ماغذي للحصة نحن نوجه كي تثير فهتي لدينا لا يتنشد حتى يتم إعتبار الناس و مؤذبات العنقاف يسمى أن المعني بصدر بما أنك تنشد لتراوما خارجية ما مضروب فعلا يعني بيقوسيا ممكن طفل معرض للتعنيف وهذه يسموها باتر بيبي أو نون أكسيدنتل الأكسيدنتل اللي هي تجي أي حوادث عرضية ممكن يتعرض لها الطفل لكن أكو أشغلات أنا أركز عليها وأبدي في سوسفشن إذا أنا شفت كم شغلة اللي هي إنه أنا أسوي لي هول سكيلتون أسوي لي أكسرين من كل مكان يعني سكال والشاست واللمس كلياتها وستيتي هات بعدين فتركزوا لي على شنو إنه ساين أو بنون أكسيدنتل إنجري شنوية ساين أول شي كان يعني واحد فركتر واحد هيد واحد برياستيام من أشوفها بأكثر من مكان أفكر إنه هذا الطفل ممكن أن ينظره بأكثر من مرة الثانية ربي فركتر ولازم كزول يا ربي فركتر اللي هي الأقزل الرسال والفوستيريار إن هذا الطفل من يلزمه من وراء وينعصر ممكن أن تطق الربس من وراء فهذه هي الفوستيريار ربس الميتافيزيال الفركتر هذه تقريبا أكثر هبلترومة سكليروسيس متافيزيال سكليروسيس يعني صار بفركتر وهي لنك بفيزيال سبريشي هي قاعدة على كارتلج بالطفل فممكن ترومة قوية سحفها والبرئوسي هي هاي بثار على النون اكسيدنطل انجوري اللي صير إذا تشوفونها الفركتر ثور في هومورس إن أرسل إحنا دائما من أدنى ترومة طفل صغير يعني هنا تنشوف غرينستيك انجوري أو مثلا ترومة حادث يعني واحد الهيستري واضح بينما أني من أشوف ملتبل فركتر وخصوصا الفركتر اللي صير بالكوستيلي الربز وذا تشوفون بالصورة بي عندي بريوسيا ريكشن يعني هذا أكو معناها أكثر من مكان فهذه تجوية من انجوري ريب فركتر هي أمورتن فايندين تعتار ريالي سين إبن ان سيبير أكسيدن تروم المحاضرة الأولى خلصت الأشياء اللي مهمة ركزنا عليها تركزون عليها إذا خلص الوقت واقعه ثمان دقائق تدخلون على نفس الرابط رح أبدأش بالمحاضرة الثانية حتى ما نخصر الوقت ترجمة نانسي قنقر